المشاهدين أهلا بحضراتكم في ذكرى اليوم الوطني السعودي توجه الرئيس عبدالفتح سيسي بخالص التهاني القلبية والتمنيات الأخوية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء متمنيا للشعب السعودي شقيق كل الخير والتقدم والرخاء وقال رئيس سيسي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أن التاريخ الممتد من المودة والأقوة بين مصر والسعودية يشهد على عمق الروابط والأواصر الوثيقة بين الشعبين وعلى قوة وصلابة العلاقات بين البلدين التي أؤكد تطلعنا المستمر إلى تقويتها وترسيخها بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين ولأمتين العربية والإسلامية وتابع الرئيس السيسي كل عام وأنتم بخير وتمنياتي بمزيد من التقدم والازدهار للشعب السعودي الشقيق تحت قيادتكم الحكينة تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام هذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز آير سعود الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملفقاتها إلى المملكة العربية السعودية ذلك ابتداء من يوم الخميس الموافق يوم الثالث والعشرين من سبتمبر عام 1932 جدير بالذكرى أنه في الخامس عشر من يناير لعام 1902 تمكن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آير سعود مؤسس المملكة العربية السعودية من استعادة رياض عاصمة أسلافه مؤسسي الدولة السعودية الثانية والعودة بأسرته إليها وبعد استرداد الرياض وواصل الملك عبد العزيز كفاحة مسلحة لمدة زادت عن 30 عاما من أجل توحيد مملكته وتمكن من توحيد عديد من المناطق إلى أن تمكن الملك المؤسس عبد العزيز من ضم منطقة الحجاز في السبع عشر من شهر سبتمبر عام 1932 صدر أمر ملكي بالإعلان عن توحيد البلاد وتسميتها باسم المملكة العربية السعودية اعتبارا من الخميس الثالث والعشرين من سبتمبر لعام 1932 ميلادية كل عام والشقليق قال مملكة العربية السعودية بكل خير مشاهدين كانت هذه تهاني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لملك السعودية وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني السعودي شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء